بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وحلقة بأن الله ستكون ممتعة لاستكمال مشوار العظمة مع الأهلي الرحيم أهلا بك يا برش مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في دقاء الاثنين من ملك وكتابة هي حلقة بالفعل إن شاء الله تسر المزيد من معلومات حضراتكم عن النادي الأهلي عن طبيعة مواقف النادي الأهلي عن موقف النادي الأهلي الحالي عن مشوار النادي الأهلي ومن قبل ومن بعد تطمئنكم على سلامة رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي جريت له وبحمد الله صباح اليوم عملية جراحية مهمة جدا في العمود الفقري في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا كابتن الخطيب من ساعتين تحديدنا بشموندس انتقل إلى الغرفة العادية بتاعته في المستشفى بعد الإفاقة وبيلقى الرعاية طبعا والاهتمام الكبير جدا سواء من السفارة المصرية أو حتى من الأصدقاء المرافقين دي اللي موجودين معاه في ألمانيا ممكن الكابتن الخطيب ينتظر تقرير الطبيب على أساس يشوف هل يستمر في ألمانيا أسبوع كمان تحت العلاج والتأهيل ولا أكتر من كده ولا يرجع للمركز التأهيل الطب العلاجي في أبوظبي ولا يرجع للقاهرة كل ده لن يتحدد قبل ثلاثة أو أربعة أيام بمعرفة الطبيب الألماني ماير المعالج ليه بإذن الله يستكمل رحلة الشفاء بكل نجاح بإذن الله ويرجع سريعا اللي قال ينتظر عمل يستحق التواجد الكابتن محمود الخطيب كل الأمنيات وبإذن الله أنا متفائل بهذه الرحلة هنا تحطوا على التراك يقدر يشتغل بقى بالشكل الذي يرضيه يقدر يرجع يلعب تلك آه طبعا بإذن الله